سؤال جاءنا من أحد الفضيل أصحاب الفضيلة يقول السلام عليكم I hope your Ramadan is going well I wanted to ask for fidye Can we give in grocery cart Fidyeة الصوم تعرفين أن المريض العاجز عن الصوء علي فدية طعم مسكين عن كل يوم الشيخ الكبير إذا هرم وخارت قواه ولم يتمكن من الصوم انتقل الواجب في حقه من الصيام إلى الإطعام فدية طعم مسكين عن كل يوم السواء السائل يقول ممكن نعمل كارد فدية يعني grocery cart نعمل بطاقة ايتمان أو ديبير كارد يعني بحيث أن الشخص يشتري بهذه البطاقة الطعام من محلات محددها له فهل يمكن أن يكون هذا بديل أن أقدم له وجبة أو أقدم له اتنين كيلو رز مثلا هل يمكن أن يقوم هذا الكارد مقام الطعام المطبوخ أو الطعام النيئ خلينا نقول له حاجة الأصل في فدية الصيام الإطعام كما جاء في آية الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين المذهب الحنفي يجيز إعطاء القيمة في الزكاة والفدية والكفارات ومدار الأمر فيما نرى على مصلحة الفقير فهو يدور مع مصلحة الفقير وجونا وعدما وقد فصلنا القول في ذلك بأدلته في فتاوى سابقة لكن فكرة البطاقات التي لا يشترى بها إلا الطعام أرى أنها فكرة موفقة جميلة تجمع بين القولين لا تحبس الفقير في صنف بعينه من أصناف الطعام ربما يمله أو لا يريده ابتداء ناس شغال على رز رز طيب واحد عنده سكر ما بيقولش رز أصلا فأنت ملت له بيته رز هو بيش يكره رز ده مجرد فرض جدل يعني فيعني قد تأتي له بكمية الطعام هو يعني إما يمله أو لا يريده ابتداء أيضا هذه البطاقة لا تخرج أداء هذه الشعيرة عن إطارها الشرع الأصلي لا تزال تدور في فلك الطعام لا تزال تدور في إطار الطعام بالكلية فأراها فكرة صائبة موفقة وكنا قد ناذينا بها من قبل مرارا في صدقة الفطر وغيرها هذه البطاقة لا يشترى بها إلا الطعام فقط لكنه يتنقل بين أنواع الأطعمة المختلفة كما شاء بارة الله فيكم